أزمة العراق المالية أصبحت حديث الساحة الإعلامية عربيا ودوليا لما تحمله من دلالات على الفشل الحكومي وما تثيره من تساؤلات عن توخر موازنات ضخمة وأموال كثيرة شكل النفط رافدها الأساسي ووصلت الأزمة إلى حد الفضيحة عندما وصل بلها لذقن الموظفين الحكوميين وبدأوا يواجهون شبحا قطاع رواتبهم في الأشهر المقبلة موقع ميديالاين الأمريكي الخاص ببحث منطقة الشرق الأوسط يذكر أن حكومة بغداد ستكون عاجزة عن دفع رواتب موظفي القطاع العام خلال الشهور القادمة وربما كذلك لن تتمكن من دفع رواتب شهر حزيران بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها البلاد وعز الموقع الأمريكي أسباب الأزمة الاقتصادية لا إلا الفساد وفشل التخطيط الاقتصادي وانهيار أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا في ظل غياب الحلول وعدم وجود صندوق سيادي يكون علاجا مدخرا لهذه الأزمات العجز في موازنة العراق قد يتجاوز 20 مليار دولار وليس من الواضح متى وكيف يمكن سد هذا العجز في وقت تشهد البلاد ارتفاعا في أرقام العاطلين عن العمل وليس أمام الحكومة سوى التوجه للاقتراض الخارجي لكن إلى أين ستتوجه؟ إلى صندوق النقد الدولي الذي فقد الثقة أصلا بقدرة حكومة بغداد على سداد مبالغ الاقتراض؟ أم إلى الجارة المفلسة إيران التي لا تعرف كيف تنقذ نفسها من أزمتها الخانقة؟ أم إلى أمريكيا التي لن تتوانى في فرض شروط تحقق مصالحها مقابل تقديم أي دولار للحكومة المرتهنة؟ إنقاذ العراق من أزمته يتطلب خطة إصلاح اقتصادي شامل تقوم به حكومة تتخطى مفهوم المصالح الحزبية التي تقف عائقا في وجه هذا الإصلاح حفاظا على نفوذه السياسي ومصالحها الفردية